زار رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد ركان المكراد عددا من المراكز الإطفاء في المنطقة الجنوبية صباحا يوم أمس السبت أول أيام عيد الأضحى حيث نقل تهنئة القيادة السياسية المتمثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك كما نقل لهم تحيات وتقدير معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نوافل أحمد الصباح لما يقوم به رجال الإطفاء من جهود ومهام جسام تنصب في حماية أرواح المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم وقدم لهم التهنئة بعيد الأضحى المبارك وأعرب عن فخره واعتزازه بالجهوزية التامة التي يتمتع بها رجال قوة الإطفاء العام للقيام بواجباتهم المناطة فيهم بكل تفان وإخلاص ترجمة نانسي قنقر